أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا أما بعد فهذا هو المجلس السادس من مجارس تفسير سورة النحل في هذه الدورة المباركة دورة الأترجة وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون يعني أذكر يوم نبعث من كل أمة شهيدا أذكر وذكر يا محمد لأمتك ولقومك يوم نبعث من كل أمة شهيدا يشهد عليه وهو رسولهم فإن الله عز وجل يجعل الرسل شهداء على الأمم ويجعل رسولنا شهيدا على الرسل ويجعل هذه الأمة شهيدة أيضا على الرسل بأنها قد بلغت وأدت ما كلفت به يوم نبعث من كل أمة شهيدا وعند ذلك تنجر الحقائق ويظهر ما كان يخفيه الكفار وتبدو عليهم الحسرة في ذلك اليوم لا يؤذن للذين كفروا بأن يعتذروا لا مجال للعذر لأن وقت العذر والاعتذار إنما هو في الدنيا أما الآن بعد ما بينا لكم الآيات أعطيناكم السمع والأبصار والأفدة أرسلنا لكم الرسل أنزلنا عليكم الكتب بينا لكم الحقائق أقمنا عليكم الحجة عانتم وكفرتم وأبيتم واستكبرتم هذا العذاب لا يخفف عنهم والعادة الجارية أن أي عذاب يلقى على إنسان فإنه كلما تمادى به الزمن يخف العذاب وهذا معروف في تاريخ البشرية كلها كل من يعذب تجد العذاب العليم يأتي في الأول ثم ما يزال يخف ويتدرج إلى أن ينتهي ذلك العذاب إلا في نار جهنم لا يخفف عنه بل يزاد عليه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا يعني لن يأتيكم مع زيادة الأيام وبقائكم وخلودكم في النار إلا مزيد من العذاب على العذاب الذي كنتم فيه فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون يعني لا يمهلون بل يعجل بهم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم انظروا يا إخواني في كل مرة ينسبهم إلى العمل الذي عملوه ليبين أن هذا العمل هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه ما يقول وإذا رأوا شركاءهم قالوا إذا رأى الذين أشركوا هم بأنفسهم فعلوا ذلك الشرك شركاءهم الذين كانوا يدعونهم من دون الله قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من دونك فيبهتون عندما يتكلم هؤلاء الشركاء من الأصنام التي كانت لا تتكلم ولا تسمع ولا تنطق فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون نحن ما دعوناكم لعبادتنا ولا قلنا لكم إننا شركاء لله إنكم لكاذبون فيما ادعيتموه لنا من أننا شركاء لله وانظر كلمة فألقوا الدالة على ماذا؟ على أنهم في ميدان سجال وأن الجواب كان حاضرا عند هذه الأصنام التي جعلها الله تسمع وتبصر وترى وتتكلم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام استسلموا لله نحن عبيدك يا الله هذه الأصنام تقول نحن عبيدك يا الله وظل عنهم ما كانوا يفترون ذهب وغاب عنهم الذي كانوا يفترونه ويكذبون به ويقولون إنه مستحق للعبادة إنه ولد الله إنهم بنات الله ظل عنهم وغاب عنهم ولم ينفعهم في ذلك اليوم ليس لهم في ذلك اليوم من ولي ولا نصير هذا تذكير لهم بما سيحدث يوم القيامة إن كانت لهم عقول قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب إن قلت لماذا قال عذابا فوق العذاب قلنا لأنهم جمعوا خصلتين الأولى أنهم كفروا والثانية أنهم صدوا مثل ما قالوا عندما إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ماذا يقولون قالوا أساطير الأولين فإذا قالوا أساطير الأولين أرادوا بذلك أن يصد الناس عن الاستماع بالحق وينفر الناس من وهنا قال زدناهم عذابا فوق العذاب المقرر لهم لأنهم صدوا عن سبيل الله بما كانوا يفسدون أي بسبب الذي كانوا يفسدون فما هنا موصولة ويصح أن تكون أيضا مصدرية أي بسبب إفسادهم قال الله عز وجل ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم أي أذكر وكرر هذا ليرتب عليه شيئا آخر ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يشهد عليهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ستشهد على هؤلاء من مؤمنين وكفار ممن اتبعوك أو صدوا وتولوا وأعرضوا عنك ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذا الكتاب قد بيّن لك ولأمتك كل شيء يحتاجون إليه مما يكون فيه وصولهم إلى الله ومما تكون به نجاتهم وسلامتهم يوم القيامة تبيانا لكل شيء فإن قلت نحن نرى كثيرا من الأحكام والسنن لا نجدها في القرآن نجدها في السنة قلنا نعم والسنة إنما كانت حجة لأن القرآن دل عليها وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو في حقيقته في القرآن فإن قلت إني أجد شيئا ليس في الكتاب ولا في السنة لما أجمع عليه المسلمون قلنا قد دل القرآن على أصل الإجماع ومن يتبع غير سبيل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فجعل الله عز وجل إجماع الأمة المحمدية حجة فإذا أجمعت على شيء فهو حق فإن قلت لم نجد لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع وإنما وجدناه في القياس فنقول القياس قد دل عليه القرآن أيضا الله الذي أنزل الكتاب بالحق إيش والميزان الذي توزن به الأشياء فاليوم إذا خرجت مأكلات أو مطعمات نقيسها على المأكلات والمطعمات التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفيما جاء في القرآن فما أحل أحللناه وما حرم حرمناه ما حكم الدخان ما هو موجود في القرآن ولا في السنة لكن نقيسه على ما جاء في الكتاب وفي السنة فنجد أنه محرم وغيره مما يكون القياس سببا في معرفة حكم الله فيه إذن تبيانا لكل شيء إما تفصيلا في أحكامها وإما إجمالا في ذكر أدلتها وأصولها وهدى ورحمة وبشرة هدى لمن اتبعه يهديه إلى الله وإلى طريقه فلن تجد الهدى في غيره العاصم من الضلالة ورحمة لأن من أمسك به أدرك الرحمة في الدنيا والرحمة في الآخر ولاحظوا يا إخواني الفرق بين حياة المسلمين وحياة الكافرين الكافرين مع أنهم قد نعموا في الدنيا وأخذوا بأسباب الحياة والتنظيم والإدارة والصناعة والتطور إلا أنهم يعيشون الشقاء كله الشقاء في المال وفي الولد إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا الرجل إذا بلغ ابنه أو بنته الثامن عشر فارقه فلم يره إلى الموت يحدثني أحد الإخوة الذين أسلموا وهو فرنسي بعدما أسلم يرغب في أن يبر والده بشيء يقول والله ما استطعت أن أعثر على هاتفه إلا بمشقة ولما اتصلت به قلت أنا ابنك فنان قالوا ماذا تريد قلت تريد أزورك وأسلم عنك قال لا ما في حاجة ما لدائي تأتي قلت منذ بتا لم ترى أباك قال منذ عشرين عاما ما رأيته أبي وأبي لا يرغب في رؤية أصل قلت والله لهذا والله من شقاء الدنيا أن يفرق بين الإنسان وبين فلذات كبدة وهو في الدنيا هذا عذابها ولذلك نحن نقول هذا الكتاب رحمة لنا رحمة في الدنيا معجلة ورحمة لنا في الآخرة وما جاءنا من النكد والشقاء والله ما كان بشيء إلا بسببي تركنا لشيء من هذا الكتاب وإعراضنا عنه فبقدر ما نترك يصيبنا الشقاء كما قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال يا ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشدها أبقى قال الله عز وجل وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَةِ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا تحصل به البشرى لأن المسلم يستبشر عندما يقرأ صفات المؤمنين وما أعد الله لهم من النعيم وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ والمسلمون المقصود بهم الذين استسلموا لله فانقادوا وأطاعوا ووحدوا وليس المقصود هنا للمسلمين يعني الذين يقابلون المؤمنين لأنه إذا ذكر الإسلام شمل الإيمان والإسلام وإذا ذكر الإيمان شمل الإيمان والإسلام وإذا اجتمع افترق فصار للإسلام معنا وللإيمان معنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما معنى المؤمنين هنا والمسلمين هنا المؤمنين الذين استقر الإيمان في قلوبهم والمسلمين الذين ظاهرهم الإسلام الإسلام ظاهر عليه فإن قلت فما معنى الآية قال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أخرج الله لوطا وبناته وهم المؤمنون فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ما في تلك المدينة التي كان فيها لوط إلا بيت مسلم واحد لماذا لم يقل مؤمن لأن معهم امرأة لوط لم تكن مسلمة لم تكن مؤمنة ظاهرها الإسلام لكن حقيقتها أنها كافرة فحكم على البيت بأنه مسلم ولم يحكم عليه بأنه مؤمن وحكم على أفراده الذين اطمأنوا بالإيمان بأنهم مؤمنين قال فأخرجنا وأنجينا من كان فيه من المؤمنين فهذا هو الفرق قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية ذكر عدد من السلف أنها أجمع آية في القرآن للخير والشر فما من خير يؤمر به الناس إلا وهو في هذه الآية وما من شر ينهى عنه الناس إلا وهو في هذه الآية قال إن الله يأمر بالعدل العدل الذي هو إعطاء كل شيء حقه العدل الذي هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى العدل الذي هو أن لا تجور في الحكم وأن لا تظلم أحد من العباد والإحسان وهو فوق العدل الإحسان فضل وهو مرتبة أعلى من العدل بمعنى أنت ممكن تعطي أحدا ما يحتاجه من النفقة هذا عدل فإن زد فذلك إحسان وليس عدلا ومثال آخر يمكن أن يسيع إليك إنسان بأن يضربك فإن ضربته ضربة مثل ضربتك فهذا عدل وإن عفوت فهذا إحسان وقد جاء في آخر السورة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به هذا عدل ولئن صبرتم هذا إحسان لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكفي ضيق مما يمكرون قال يأمروا بالعدل والإحسان وإيطاء ذي القربة إعطاء ذي القربة العناية بالقرابة إيطاءهم ماذا؟ إيطاءهم من كل شيء من العلم والبر والإحسان والمال والأمر بالمعروف والنهي على المنكر كل هذا يشمله وإيطاء ذي القربة وإن كان الإيطاء في المال أظهر لكنه شامل لغير المال أيضا قال وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إذن هذه أمور ثلاثة أمر الله بها في مقابلها أمور ثلاثة نهى الله عنها ما هي؟ قال الفحشاء الثاني المنكر الثالث البغي ما هي الفحشاء؟ قال الفحشاء هو كل ما دل العقل لو لم يرد الشرع على قبحه كل ما دل العقل على قبحه فهو فحشاء مثل الزنا دل العقل على قبحه اللواط دل العقل على قبحه البخل دل العقل على قبحه الشيطان يعيدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء قال علماء الفحشاء في هذه الآية هو البخل القتل فحشاء لأن العقل دل على قبحه المنكر قالوا هو ما دل الشرع على قبحه ولم يدل العقل عليه دل الشرع على قبحه مثل قراءة القرآن مثلا وأنت راكع أو ساجد ما حكم قراءة القرآن في السجود محرمة من أين جئنا بهذا؟ من العقل لمن الشرع ما حكم الصلاة في هذا الوقت في هذا الوقت الذي هو ما بين العصر إلى المغرب محرمة من أين جئنا بهذا؟ من العقل لمن الشرع هذا منكر يعني من فعل هذه الصلاة وهي صلاة في هذا الوقت متنفلا فقد جاء بفحشاء أو بمنكر بفحشاء أو منكر منكر قال يأمر ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ومن العلماء من قال الفحشاء ما عظم قبحه وتناهى في القبح يسمى فحشاء مثل القتل والمنكر ما دق من الذنوب مثل الغيبة مثل هذه الأشياء التجسس إلى آخره هي منكرات لكنها ليست بمثابة المنكرات العظيمة كالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله وأكل مال اليتيم ونحوها والبغي البغي لم يختلفوا فيه وهو الظلم والعدوان أن تعتدي وتظلم عباد الله قال يعظكم لعلكم تذكرون وبعض الناس يقول فلان واعظ يحقل منهم ويقلل من شأنه الله ينسب الوعظة إلى نفسه فهذا فيه أعظم شرف للواعظين قال شيخ الإسلامية كلمة جميلة جدا أعجبتني قال ما تصدق رجل بصدقة أعظم من رجل قام بين قوم فوعظهم بموعظة تفرقوا منها عن منفعة يعني هذه الصدقة أعظم من صدقة المال يعظ يراقق القلوب يرغبها يدلها على الخير يقربها من الخير يحببها إلى الله وإلى رسوله وإلى الإيمان والعمل الصالح قال يعظكم لعلكم تذكرون فإن قلت لمقال لعلكم تعقلون قل لأن هذه الأمور تدرك بالتذكر يعني المنكر ما يعرف بالعقل يعرف بإيش؟ أي بالشرع إذن يحتاج الناس إلى من يذكرهم به الإحسان وتحبيبه إلى النفوس ودلالة الناس عليه وبيان عظم ثوابه عند الله ما يدرك إلا بالشرع فيحتاج الإنسان إلى من يذكره به لما ذكر هذا العهد العظيم قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم فأعظم العهود العهد الذي بين العبد وبين الله أوفوا بهذا العهد ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها متى وكدتموا الأيمان وقطعتموها على أنفسكم في أمر بينكم وبين العباد فإياكم أن تنقضوا هذه الأيمان بعد أن وكدتموها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة يعني إياكم أن تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا أي ضامنا يقول لك واحد متى تؤديني هذا المال تقول بعد أسبوع يقول أعطني شيئا أستدل به على صدقه يقول أقسم لك بالله أني بعد أسبوع سأؤدي لك هذا الشيء فكأنك جعلت الله ضامنا وكفينا فإياك أن تنقض هذا العهد إن العهد كان مسؤولا وأوفو بالعهد إن العهد كان مسؤولا قال الله عز وجل إن الله يعلم ما تفعلون وقد قلت لكم مرارا يا إخواني إن ذكر العلم في أكثر المواطن في القرآن يأتي في مقام التهديد لبيان أنه ما من عمل يعمل الإنسان إلا والله يعلمه فإياك أن تخالف أو تقارف فيعذبك الله عز وجل وهو مطلع عليك عالم بما فعلت قال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة تتخذون أيمانكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أي احذروا أو أنتم إذا نقضتم هذه الأيمان بعد توكيدها كنتم مثل تلك المرأة الحمقاء الخرقاء التي كانت معروفة في مكة كانت تغزل الغزل قال وَلَا تَكُونُوا كَلَّةِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا نقض قبائل العرب من عادتهم أنهم يعاهدون القوم عهداً ويحلفون على ذلك بالأيمان المغلظة أنهم يقومون بالعهد فإذا وجدوا قوماً آخرين أقوى منهم نقضوا العهد مع الأولين وعاهدوا الآخرين فقال الله عز وجل كيف والعهد ستسألون عنه يوم القيامة ولذلك قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم كأنها مدخلة في الشيء وليست منه من أجل المكر والخديعة تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة لأجل أن وجدتم أمة هي أكثر عدداً وأكثر مالاً من أمة قد عاهدتمها إن الله يبتليكم بالعهد أن تقوموا به وأن لا تخيسوا بالعهد ولا تنقضوه متى عاهدتم قال إنما يبلوكم الله به يبلوكم بهذا العهد إذا قمتم به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون أي سيبين لكم يوم القيامة ما اختلفتم فيه كل ذلك سيبين عند الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة من العلماء من قال إن هذه الآية نزلت في أناس كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبايعونه على الإسلام ثم إذا رأوا أمة أقوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقضوا البيعة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انضموا إلى تلك الأمة وارتدوا فأنزل الله فيهم هذه الآيات وقال وَلَيُبَيِّننَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَا أي على الحق ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ أكد السؤال باليمين لأن اللام هنا موطئ للقسم يعني والله لتسألن عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ لماذا؟ قال العلماء لأنه لما قال وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فقد يظن ظن أنه ما دام الله هو الذي يضله وهو الذي يهديه فليفعل هو ما يشاء فإنه لن يجازى ولن يحاسب ولن يسأل قال الله لا الله هو الذي بيده كل شيء لكنك مسؤول عن عملك فستسأل يوم القيامة أقسم بالله لتسألن عن عملك يوم القيامة ولتسألن عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَرُونَ فليس الأمر اختيارا إنما هو وراءه مسألة ووراءه عذاب وجزاء ثم قال مؤكدا الأمر الأول ليرتب عليه جزاء جديدا قال وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ يعني أن تدخلوها في شيء وهي ليست منه مكرا وخديعة لا تتخذوا الأيمان تدخلونها في عقودكم وعهودكم وأنتم تمكرون بها وتخادعون من تعاهدونهم فتزل قدم بعد ثبوتها تزل قدم بعدما كانت ثابتة راسخة وزال لها بأن تنقض العهد وتنكثة فيحاسبها الله عز وجل على نقضها بالعهد ونكثها وقد يكون نكثها للعهد سببا لضلالها لأنها إذا تركت العهد وخانت وغدرت ونقضت جازاها الله على الذنب بذنب مثله إنما جزاء السيئة السيئة مثلها حتى تتراكم على الإنسان سيئاته ثم يركم في النار قال فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله وقوله وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله يرجح أن هذه الآيات نزلت في قوم كانوا يعاهدون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام ثم إذا ذهبوا إلى أقوامهم نكثوا العهد فصار ذلك سببا للصد عن سبيل الله قال ولكم عذاب عظيم قال وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِيَّاكُمْ أَنْ تَبِيعُوا الْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَكُمْ عَاهَدْتُمُوهُ وَجَعَلْتُمُوهُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ نَاسِ كَائِنًا مَنْ كَانًا لِأَجْلِ عَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا فإن قيل هل لو كان الثمن كثيرا جازا أن يشترى بعهد الله ثمن قلنا لا كل ثمن في مقابل عهد الله فهو قليل لأنه في الدنيا والدنيا كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ما إنما عند الله هو خير لكم ما دمت قد عاهدت عهدا فثق بالله عز وجل والزم أمر الله واعلم أن الله يبتلك وهذا يحصل يا إخواني في أمر سأذكره لكم الآن أحيانا تأتي يأتيك إنسان يقول لك والله يريد أشتري السيارة هذه منك تقول ما عندي معنا بكم بخمسين ألفا يقول بعتك تم البيع طبعا تعرفون البيع هو قبول وإيجاب قضية تسليم الثمن وما يتصل بها هذا أمر زائد فيذهب الرجل من أجل يأتي بالمل يأتي بعده آخر فيقول تبيع السيارة هذه بسبعين ألف فتفكر والله الرجال طلع من عندي وما سلمني فلوس طيب تم البيع بقولك بعتك وقال اشتريت يقول بس لكنه ما سلم لي فلوس ما أعطاني شيئا فتبدأ الإنسان تراوده عشرين ألف تروح عليه والله أصلا لو كان فيه بيع لا يعني أعطاني حقي ولا اكتب لي شيئا ولا وقع على العقد وإلا تبدأ نقول إنما عند الله خير لك من هذه العشرين ألفا وإذلك نلاحظ سبحان الله أن التجار الذين يفون بالعهود يغنيهم الله ويبارك لهم في أرزاقهم وهذا يحصل عند بعض التجار المعروفين في البلد ممن عرفوا بالعمانة والديانة أنه يأتي شخص ويقول أريد اشتري الأرض يقول تم وما يسلم شيء ثم يأتي آخر في نفس المجلس فيضعف الثمن لصاحب الأرض الأصلي ويقول قد اشتراها فلا فيقولون يعني ما دفع لك شيئا ولا كتب شيئا وقد خرج من عندك فيقول ما دمت قد أعطيته كلمة والله لا أخون حتى يكون هو الذي يرجع فيكون هذا من البلاء يبتل الإنسان لينظر ربه سبحانه وتعالى إليه هل يفي بالعهود ويؤديها أو يخونها قال إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد هب إنك حصلت هذه العشرين هذه ستنفد لكن الذي عند الله لا ينفد وما عند الله باق الجزاء الذي ستحصله عند الله بناء على وفائك بالعهد وتعظيمك لإسم الله هو الذي سيبقى وقد أعجبني يا إخواني قصة عن أحد التجار الذين ماتوا قريبا أنه حصلت بينه وبين رجل خصومة خصومة على أرض أو على حق بخمسين مليونا فقال القاضي لهذا التاجر يا فلان إن حلفت استحققت الخمسين مليونا تحلف وتستحق الخمسين مليونا لأن الثاني ما عنده بينا فقال هذا التاجر أنا لا أحلف على شيء من الدنيا فقال له يا فلان احلف وتستحق الخمسين مليون قال الله أعظم عندي من أن أحلف على شيء من الدنيا إن يأتي بحقي من دون حلف وإلا نخليها اليوم اليوم نحن بحاجة إلى هذه الخمسين فيها وتفرقوا من عند القاضي ما أخذ الخمسين وما بينه بين الخمسين إلا أن يقول والله إن هذه الخمسين التي عنده فلان لي أو إن لي عليه خمسين المهم أننا لا أعرف ما الذي كان أصل القضية لكن كان بينهما يمين إن حلفا استحق الخمسين ماذا حصل يا إخواني هذا الرجل أغناه الله غنا حتى صار لا يستطيع إحصاء أمواله ومات في هذا العام عن أكثر من خمسين مليار من الدنيا بارك الله له في ماله وأكثر هذا المال عليه وكان يخرج زكاة وأنا أذكر ذلك في أيام طويلة وهو يخرج الزكاة لا يدري هل استطاع أن يؤديها أو لا يستطيع من كثرة ما أوتي من المال قال الله عز وجل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزينا الذين صبروا على الوفاء بالعهود والقيام بها أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يجزيهم الله سبحانه وتعالى على قيامهم بحق الله جل وعلا ووفائهم بالعهود بأحسن ما كانوا يعملون بأحسن الجزاء الذي كانوا يعملونه وهذا من الله عز وجل رحمة عظيمة ومن كريمة قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وانظروا يا إخواني إلى قيمة هذا الدين المرأة والرجل يختلفان في أشياء كثيرة ويعرف أن الرجل أقوى من المرأة وله السيادة والفضل المادي عليها لكن بالنسبة لأمور الآخرة لا كلاهما في ميزان العمل الصالح سواء من عمل صالحا سواء كان ذكرا أو أنثى فالأجر عند الله واحد إذا صلينا المغرب الرجال والنساء أجرهم عند الله شيء واحد وكلما ازداد الإنسان إيمانا وتقوى لله سواء كان ذكرا أو أنثى فهو أقرب إلى الله إذن هذه الدنيا التي يقولون عنها إنكم ظلمتم المرأة فيها لا تساوي شيئا وهب من وراء ذلك أن هذا الكلام الذي تقول أن فيه ظلم كان كما تقولون فإن الدنيا لا تساوي شيئا ونحن لا نقر الظلم أصلا بل نقول إن الإسلام هو دين العدل وكما قال شيخنا العلام بن عثيمين رحمه الله الإسلام دين العدل وليس دين المساواة المساواة هو أن تسوي بين المتماثلات والمختلفات أما العدل لا فهو أن تعطي كل ذي حق حق فإذا كان عندك ابنان أحدهما يحتاج في مصاريف الدراسة إلى خمسة ألاف ريال والثاني إلى خمسمائة ريال العدل يقول أنك تعطي هذا خمسمائة وتعطي هذا خمسة ألاف لأنك تعطي كل واحد ما يحتاجه المساواة تقول ماذا أن كل واحد تعطيه خمسة ألاف فإذا صرفت على هذا خمسة ألاف تعطي هذا خمسة ألاف قل لا هذا ليس عدلا هذا مساواة والإسلام ليس دين المساواة المساواة نعم في المتماثلات لكن ليس في المختلفات نعم قال من عمل صالحا أي عمل مما يسمى صالحا في الشر وهو ما كان خالصا لله صوابا على منهاج رسول الله من ذكر أو أنثى أي كان بشرط واحد وهو الإيمان لأن بوابة القبول للأعمال هو الإيمان قال وهو مؤمن فإن قلت من عمل صالحا من زكاة أو صوم أو حج أو صلاة أو نفقة أو خرج عماله كله للفقراء والمساكين ولكنه ليس بمؤمن بالله ولا برسوله ولا باليوم الآخر هل يقبل منه نقول لا هذه الآية ليست فيه هذا يجاز عند الله يجاز لكنه لا يمكن أن يكون من أهل الجزاء الأخروي وهو دخول الجنة والنجاة من النار قد يجاز في الدنيا بأن يعطيه الله السمعة الحسنة والجزاء يعني الطيب من الذكر الحسن الصحة العافية البنين إلى آخره لكنه لا يعطى الجنة التي لا يدخلها إلا من ذكر الله قال وهو مؤمن فلا نحيي أنه حياة طيبة هذا هو الجزاء المعجل وهو الحياة الطيبة ما هي الحياة الطيبة؟ صور نفسك في أحسن ما يكون من أمر الإنسان في الحياة هذه هي الحياة الطيبة الحياة الطيبة هي أن تعرف من أنت وتعرف حق الله عليك ولا تظلم لا نفسك ولا ربك ولا الناس الحياة الطيبة هي أن تعيش راضيا بقضاء الله وقدره الحياة الطيبة هي أن تعيش سعيدا تعرف ما يجب عليك وما يحرم عليك فتؤدي كل ذلك بنفس راضية طيبة أن تعرف قضاء الله وقدره أن تعرف الحقوق وتؤديها لأهلها الحياة الطيبة هي تلك السعادة التي لا يمكن أن تعبر عنها الألفاظ يعبر عنها أهل الإيمان بأشكالهم ونظرتهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أن يجزون يوم القيامة أجرهم وجزائهم إذن الحياة الطيبة ليست هي الأجر الذي سيكافؤون عليه عند الله عز وجل بل هي عاجل ما يبقيهم على العمل الصالح وهي حسنة يعجلها الله عز وجل لهم لن تنقص من أجرهم في الآخرة بإذن الله شيئا قال ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يجزون أجورهم بأحسن العمل الذي كانوا يعملون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن عمل صالحا وهو مؤمن فآتاه الله الحياة الطيبة وجزاه يوم يلقاه بأحسن الجزاء صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجسنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجسنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر